المحل هذي معنا في المباشر سيمهدي مساء النور اهلا سهلا مرحبا بيك سهلا سهلا مرحباين ديوان اثان شكرا جزيلا اقدم محل لبيع المقروض في القيروانة اليوما شين الوضعية متاعه قاعدين في فيديوه نتفرجوا ما عندكم حتى كعب المقروض شنو الوضع اليوما لمحلية بيع المقروض ومن بينهم المحل بديعكم بارك الله فيكم انتموا على اللفة الكريمة هذي هو الحقيقة ما يهمش الشيء ذي كان محل بن سكرانة صحيح محل بن سكرانة هو اقدم حل لبيع المقروض من 1925 معناها تعاقد متاع دي جنراسيون وكل لكن هو قطاع ما كم تعرفوا ولاية القيروان كيقولوا القروين وقولوا المقروض ونخبض ذيها باش معروفة وثم في بينكم اللي معناها تواع معناها القيروان تستعد للاحتفالات مولد النبوي الشريف بعد اربع السابيع معناها اللي هي مناسبة عظيمة بالنسبة للقيروانيين وخاصة بنسبة للقطاع المقروض نعلومكم اللي هي القطاع المقروض يخدم فيه اكثر من اطنى جمال حرفي في ولاية القروات هذوم الكل بطالة تواع هذوم الكل بطالة عنده مكتر من اسبوع معناها ناس ما يعلم بها ربي ناس عندها عائلات ناس عندها صغيرات ودخوا المكتب معناها مصاريف تشوفو ناس عندها اكثر من اسبوع معناها مش قاعدة تسترزق وهذا معناها الحقيقة ولا قابء كبير على الحرفي معناها وكل نحنا من المنبر هذي معناها نطلبه من السلطات معناها اللي تسمع فينا خاصة في الفترة هذي معناها على اقل معناها التحذير معناها المناسبة بتاع المولد النبوي الشريف بش على اقل الزوار متاع المدينة القروين يجيوا كما العادة ونستحتفل ونستشري معناها وكل ويتطور شوية دولير من مدينة القروين على الاقل معناها ينظروا لها بعين الاعتبار لحكاية هذية على الاقل معناها فيه نعص وذية معناها اللي هو العقيقة شأن عام ما هوش خاص بولاية القروين اما على الاقل معناها ننظروا لها بلفتة كريمة من جانب السلطات على قليلة ما تتمر الاحتفالات كبا يجب لانو نعرف مش حتى حد يمشي للقروين وميروحش باكل مقروض متاع القروين الحاجة المميزة معتها دوما دوما الحاجة هذية مفخودة في القروين يرمز من الرموز القروين دوما مش موجود سمحني اللي نقص عليك معناها قدش من مرة نعنيه في المواد الاولية نعرف كل ما خاصة معناها المقروض المواد الاولية انتها هو زيت فارينة وصكر هذوما المواد دوما قعدنا كل مرة نحن ده كان السكر متوفر سالينة مساميش ده كانت فارينة موجودة زيت مساميش معناها قعدنا كل مرة نشوفوا كيفاش الحقيقة الفترة الاخيرة منذ سنتين قعدنا نعنيه ونقصيه معناها في مقاصية كبيرة نحن نحن في المواد الاولية معناها توفير المواد الاولية نحن نحن مع هالمنبر الزي معناها نطلب من السلطات المحلية من وزير التجارة من رئيس الجمهورية لفتة كريمة لأهالينا في القيروين وهو كم نظمة الدفاع المستهلك معاكم في الخطة الثاني سي عمارة كتوسل صوت انتاعكم ان شاء الله ميوصل صوتكم ورلي ركلمسيوني مع القروين رمز من رموز القيروين غير موجود تمانيتان وما زال عندي برشا وقت تمانيتان نزيد نحكي معاكم نزيد نحكي مع سي عمارة نزيد وندخله في تفاصيل اخرى ربما ماشي نجمه نعمله للقروين اللي مش تحتفل بالمولد النبوي الشريف اليوم من غير مقروض اشتركوا في القناة